كرست نتائج الانتخابات اللبنانية هيمنت ميليشي حزب الله على المشهد اللبناني وصلت تضوء على النفوذ الإقليمي المتزايد لإيران فقد أظهرت نتائج الأولية في الانتخابات البرلمانية في لبنان أو أول انتخابات في لبنان مدى تسع سنوات أظهرت فوز حزب الله الموالي لطهران وحلفائه السياسيين بأكثر من نصف مقاعد البرلمان نتائج تنطوي على مخاطر تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان الذي اتلقى دعما عسكريا كبيرا من واشنطن ومليارات الدولار من المساعدات والقروض لإنعاش اقتصاده الهش نبحث في هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت معنا من هناك مدير مركز أمم للتوثيق والأبحاث لقمان سليم أهلا وسهلا سيد لقمان ننتظر طبعا حضور عضو المكتب السياسي للتيارة المستهلا فهذه ساعد بعد قليل سأبدأ معك سيد لقمان كيف ترى المشهد الآن؟ هل يمكن البعض يقولون أن الرئيس سعد الحريري دفع ثمن دخوله في اتفاق مع حزب الله حزب الله ابتسم له ولكن يعني جروا إلى هذا الفخ وهو يبتسم في وجه وبينما هو يحضر له هذا الفخ السياسي ما رأيك؟ تماما يعني دون أن أخرج من الموضوع ولكن دعني أنقل إليك كيف يرى اللبنانيون في هذه اللحظات المشهد المشهد في بيروت وتحديدا بيروت الغربية أي بيروت الإسلامية غاية في التوتر هناك حالة غليان ويبدو أن بعض الأحداث الأمنية أخذت تتتالى ويحكى حتى عن سقوط بعض القتلى أو بعض الإصابات أقول هذا لأفسر عمليا ما شهدناه خلال اليوم الانتخابي ولأحاول إجابة عن سؤالك خيار رف سعد الحريري منذ انتخاب ميشيل عون مرشح حزب الله رئيسا للجمهورية هو مهادنة حزب الله ومهادنة حلفاء حزب الله تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار ومحاولة تسيير الأمور بالتي هي أحسن تحت عنوان أن حزب الله وسلاحه أمراني أكبر من أن يحلى بالمفاوضات بين اللبنانيين وهذه الانتخابات تندرج عمليا تحت هذا الإطار وإذ خسر سعد الحريري حوالي الثلث من الكتلة التي كان يتوقعها فلأنه ارتضى هذا القانون ولكن ارتضى أيضا الظروف التي أنتجت هذا القانون اليوم نحن أمام مشهد مختلف للغاية لأن سعد الحريري ومن وراء سعد الحريري لا يفتأون يقدمون التنازلات في حين أن حزب الله لا يفتأ يطالب بالمزيد ودعني هنا أحيلك إلى ما قاله أمين عام حزب الله بعد ظهر اليوم تماما عندما قال نحن اليوم نملك في البرلمان اللبناني كتلة تتيح لنا الدفاع عن الشراكة عمليا بين سلاحنا وسلاح الدولة اللبنانية تتيح لنا الدفاع عما يسميه بطلانا المقاومة وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد لا يمكن اختصاره رياضيا بالأرقام أو بأعداد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة لأن الرابح الأكبر ليس فقط حزب الله ولكن كما يقول زعماء حزب الله هذه الميليشيا المعدودة إرهابية هم أنفسهم هو المحور أي طهران وحلفاؤها في المنطقة بالتالي سعد الحريري اليوم أمام أحد اثنين إما أن يكون إمعة في خدمة حزب الله وإما أن يحاول الدفاع عما أوصله ذات يوم إلى أن يتحول وريثا لوالده وزعيما للسنية سيد لقمان خيارات قاسية وربما حتى في التعبير عنها خيارين الأول قاسي لكن هنا ما أريد أن أسألك يعني رئيس الحريري سعد الحريري اليوم قال أنه تصدينا لمحاولة إقصائنا بشكل كامل يعني من الذي يريد أن يقصيه؟ يعني من تفاهم معه حزب الله من يقصد برأيك هنا أولا وثانيا فعلا ماذا ترجح؟ يعني حزب الله يقول أنه ما عنده مشكلة أن يبقى سعد الحريري رئيسا للوزراء هل تتوقع أن فعلا يكمل الطريق معه؟ يعني أولا دعني أجيب بداية عن سؤالك الأول منذ عاد سعد الحريري عن استقالته أواخر العام الماضي وهو يتهم بعض حلفائه السابقين بخيانته بين هلالين أو بغدره وغير ذلك ولعله عندما تحدث عن محاولة إقصائه لم يقصد حزب الله الذي عمليا يتفاهم معه في إطار الحكومة وإنما قصد حلفائه السابقين أما اليوم هل يمكن لسعد الحريري أن يتابع مسيرته السياسية؟ أظن بأن الأمر اليوم يتعلق بخيار يأخذه الرجل لأن سعد الحريري مطلوب عمليا أن يتابع هذه المسيرة حزب الله يريد رئيس حكومة سنيا ضعيفا ومتواعا وحتى اللحظة أثبت سعد الحريري بأنه يوافق هذه المتطلبات هل يخرج سعد الحريري لكي يدافع عن إرث والده لكي يدافع عما أوصله إلى الزعامة فيرفض الخضوع؟ هذا أمر أستبعده للأسف لأنه كما يأتي في بعض الكتب المقدسة لا يمكن لمرئ أن يخدم سيدين واليوم سعد الحريري له عين على مصالحه وعين أخرى على السياسة سيد لقمان بالرغم من هذه الهيمنة على مقاعد البرلمان أكثر من النصف لهذا المحور ما زال يحتاج إلى غطاء شرعي في الحكومة هناك عقوبات أوروبية هناك عقوبات أمريكية تهديدات هو يحتاج إلى شخص يعني يواجه هذا الشيء لأنه من غير وجود شخص مثل سعد الحريري ربما الحكومة اللبنانية ستواجه عقوبات ستواجه مشاكل لأن حزب الله موجود وبشكل قوي وموضوع تمويل حزب الله ووصول الأموال إليه هذه مشكلة هل يفكر حزب الله في هذا الموضوع؟ هل يفكر في تقديم تنازلات هنا ربما؟ ولا هو ما ليده من أن الحريري موجود لتنفيذ كل ما يطلب منه بسبب وضعه السياسي الحرج دعنا نتفق بداية بأن قرارات حزب الله لا يتخذها حزب الله وإنما تتخذها طهران وتنفذ في بيروت واليوم أظن بأن من الثداجة بمكان أن ننظر إلى الانتخابات التي جرت يوم أمس في لبنان بمعزل عن الانتخابات الأخرى التي ستجري في الثاني عشر في العراق وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد إقليمي كامل تحاول إيران من خلاله أن تشد قبضتها ولو بأساليب ناعمة ولو من خلال ميكانيسمات ديمقراطية أو أليات ديمقراطية على بلدان سبق أن سمعنا مرارا وتكرارا زعماء إيران وزعماء الحرس الثوري يكررون بأنها ساقطة في جعبتهم وبأنها خاضعة لسلطانهم وبالتالي نعم حزب الله بحاجة إلى أكياس رمل يدافع بها عن نفسه بحاجة إلى زعماء من شاكلة سعد الحريري يغطون عمليا كل ارتكاباته سيد لقمان اسمح لي بس عشان لا نكون قساة جدا في توصفاتنا بس يعني رجاءا هنا طيب خلينا أسألك هنا هذه ليست فرصة لسعد الحريري لكي يتفاوض يعني لأنه هم بحاجة إليه ألا يمكنه هنا أن يتفاوض أم أنه موقعه ضعيف جدا لدرجة أنه يعني لا يسمح له حتى بالتفاوض يعني بطبيعة الحال إن أحسننا النية لسلفناه فرصة التفاوض وقلنا بأن عليه أن يحسن شروط وجوده على رأس الحكومة اللبنانية ولكن دعنا نرى أيضا يا سيدي ما نتج عن هذه الانتخابات هذه الانتخابات أنتجت خلال يوم واحد مجموعة من البدلاء عنه أنتجت نجيب الميقاتي أنتجت في البقاع الغربي عبد الرحيم امراد أنتجت في صيدة أسامة سعد لا أقول بأن هؤلاء يمكن أن ينافسوا اليوم سعد الحريري ولكن هذه الانتخابات أنتجت أيضا خصوما يمكن أن يتذرع بهم حزب الله في حال حاول سعد الحريري أن يرفع من سقف مطالبه أو أن يصعب من إمكانية التفاوض معه وبالتالي أظن بأن لبنان في أي حال مع هذه الانتخابات أو بدونها مع سعد الحريري أو بدونه ذاهب إلى أيام أصعب فعندما يقول حسن نصر الله بأن الشراكة بين الدولة وبين حزبه لا فكاك لها فحسب كيف سيقوم المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم للبنان سواء للأجهزة الأمنية أو للبنى التحتية على علم ودراية بأن هذه المساعدات قد تقع أقل جزئيا في يد منظمة يصفها نصف بلدان العالم بالإرهابية سيد لقمان مفروض أن يكون معنا كما ذكرت عضو المكتب السياسي لطيار المستقبل فادي سعد وربما لو حضر كان رد على كثير مما قلته لكن مع الأسف فقدنا الاتصال به وكما ذكرت حضرتك في بيروت في أحداث أمنية تحدث هناك من يتحدث عن رفع علم حزب الله في نصف بيروت والحديث أنه بين قرسين بيروت شعية وغير ذلك وهناك أيضا مشاكل نعم هناك حالات شغب نعم نعم طيب سنحدث عنها وربما في نشرات النساب صحيح هناك مشاكل بس اسمح لي أسألك الآن مضطر يعني أن أكون هنا يعني كبديل لسيد فادي هنا ألم يدفع سعد الحريري ثمن من قال أنهم حاولوا تهميشه من حلفاء السابقين يعني كان المفترض على التيار السني ربما هنا أن يتوحد وراء سعد الحريري بدلا من أن يتشتت في أكثر من مرحشح وأكثر من لائحة كما فعل حزب الله مع اللائحة تبعته مارس ضغوط هدد ناس للخروج يعني حاول أن يبقي قوائمه وقوائم حلفاءه منضبطة حتى لو بالتهديد بالقتل يعني هنا هل ينام سعد الحريري على أداء التيار بشكل كامل بينما كان مفروض أن يكون في تفاهم أكبر بينهم ما رأيك؟ يعني دعني أولا أستشهد بالرئيس سعد الحريري نفسه الذي اعترف بعض ظهر اليوم بأن كل أداء تيار المستقبل لم يكن على مستوى هذه المعركة الانتخابية وما أقر به الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم هو ما لاحظه كثيرون خلال الأسابيع الماضية هذا على مستوى الشكل أما في المضمون هل كان الأولى بالقيادات السنية أن تتوحد؟ نعم بطبيعة الحال وهذا كان من مصلحة لبنان أن يرى القيادات السنية تتوحد ولكن مشكلة القيادات السنية مزدوجة مشكلتها أولا أنها لم تعد تشترك على قضية واحدة لم تعد هناك من قضية واحدة تجمع بين الزعمات السنية اللبنانية الأمر الثاني والأخطر هو أن الشارع السني اللبناني كما الشارع المسيحي اللبناني كما الشارع الدرزي هو عرضة لاختراق مديد من طرف حزب الله حزب الله لم يبدأ اختراقه للطوائف اللبنانية عشية هذه الانتخابات بل يمكن التأريخ لما حققه حزب الله من اختراق في الطوائف اللبنانية الأخرى منذ العام 2008 ودعني بالمناسبة أذكر بأننا في هذا اليوم للأسف الشديد نستذكر يوم سبعة أيار الذي كان تاريخ الغزوة التي قام بها حزب الله لعشر سنوات خلت وما يجري اليوم في شوارع بيروت لسوء الحظ يذكر بما كان لعشر سنوات خلت وبهذا المعنى فاعذرني إن قلت لك بأنني لا أهوى أن أظلم سعد الحريري ولكن ما أراه تحت ناظرية يدفعني إلى القول بأن الاستمرار في هذه السياسة لن يفضي بلبنان إلا إلى عرقنة تبدو كأنها تلوح في الأفق وتقترب سيد لقمان سليم من أجل سنكمل هذا الحوار لكن نريد أن نذكر بنتائج الانتخابات تحليل في هذا الموضوع مع تقرير لمراسلتنا من بيروت نشاهد التقرير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار لم تكن أصوات المقترعين كثيرة أو هي لم تلب طموحات أغلب الأحزاب وتوقعاتها لكنها حملت مفاجآت لكل القوى السياسية التي اعتقدت خلال هندستها لبنود قانون الانتخاب الجديد أنها ستحصن تمثيلها النيابي وإن اضطرت للتنازل عن الندر اليسير من حصتها الحالية فضل كثير من الناخبين الصمت ولم يتفاعل إلا القليل منهم مع دعوات كل القوى السياسية إلى كثافة الاقتراع وتمديد ملتبس لساعات الانتخاب بحسب بيان وزارات الداخلية أعتقد بأن المواطن بشكل عام قد سائمة من المواقف السياسية وبالتحديد مواقف الطبق السياسية وطريقة تجييش الشارع السني والشارع اللبناني إلى الذهاب إلى صناديق الافتراع بدون برنامج سياسي واضح وبالتحديد أعتقد بأن دور حزب الله في تجيين الحكومة اللبنانية وبالتحديد تجيين الرئيس سعاد الحريري دفع الناخب السني البيروتي إلى عدم المشاركة كنوع من الاعتراض معارك الأوزان انتهت إلى تغيير في التوازنات الداخلية عاكسة سعي حزب الله خلال السنوات الماضية إلى تأمين كتلة نيابية تضم نوابا من طوائف عدة تعطيه ميثاقية محلية تسهل عليه مقارعة الغرب من داخل المؤسسات فوز سياسي أطاحته التسوية السياسية التي أوصلت ميشيل عون إلى سدة الرئاسة وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة وفي البند الثالث قانون انتخاب وضعه الحزب بدهاء سياسي سبع أيار 2008 اشتاح بيروت بالسلاح وحكم وأمسك بالقرار اللبناني بفائد قوة السلاح بعد عشر سنوات يمسك بالقرار اللبناني بصندوق الاقتراع وبما يسميه التفويد الشعبي من يستطيع اليوم أن يقول لحزب الله أنت تمسك بالقرار اللبناني عبر فائد القوة ولكن في طبيعة الحال هو يمسك بفائد القوة بصندوق الاقتراع أعادت الانتخابات النيابية تكوين السلطة في لبنان حزب الله بات يملك الثلثة المعطلة مع حلفائه القريبين ثلثان معطلان إذن في الحكومة والبرلمان يعطيانه مفاتيح مؤسسات الدولة إلى جانب امتلاكه القرار العسكري المرتبط بترسانته هذه الانجازات السياسية التي راكمها حزب الله على مر السنوات أعطته ما يعطل اتفاق الطائف من دون الحاجة إلى تغييره أو تعديله دارين الحلوي سكاي نيوز عربية بيروت أعود لمدير مركز أمم للتوثيق والأبحاث في بيروت أستاذ لقمان سليم بعد هذا التقرير تحدثنا كثيرا عن الدوافع أو التدعيات الداخلية لنتائج هذه الانتخابات خارجيا كنا نتحدث في ملف آخر عن احتمالات زيادة التوتر الإسرائيلي الإيراني على الأرض السورية وأن حزب الله طلب من إيران عدم التصعيد قبل الانتخابات حتى لا تؤثر لكن الآن بعد نتيجة هذه الانتخابات هل أصبح الآن المجال السياسي مفتوح أمام فعلا طوريط لبنان مجددا في صراع مع إسرائيل لأنه الآن تصريحات الأمين العام لحزب الله قد تشير إلى ذلك برأيك يعني لأول واهلة قد يبدو وكأن الأمر كذلك ولكنني لست من الآخذين بهذا الرأي لسببين اثنين أولا لأن إيران ومن ورائها حزب الله ومن ورائهما كل الميليشيات الأخرى تستخدم لبنان كقاعدة خلفية كغرفة عمليات مجهزة بكل ما يلزم مفتوحة على العالم ويمكن أن يعطوا من خلالها صورة جيدة عن أدائهم وعن تدخلهم السياسي أو المزعوم سياسيا الأمر الثاني والذي لا يتدنى أهمية وهو قائم على ملاحظة السلوك الإيراني خلال كل الفترة السابقة في حين أن الخطوط الحمر الإسرائيلية تبدو واضحة وحاسمة لا يبدو أن لإيران خطوطا حمرا بل ربما لها خطوط زهرية بمعنى أنها تتأول الأحمر حسب حاجتها ولا أظن بأن إيران اليوم تفضل استعمال القوة الخشنة أظن بأن إيران سوف تحاول من خلال القوة الناعمة وحتى من خلال العمليات الديمقراطية في لبنان والعراق ولا ربما في غيرهما أن تحكم أكثر فأكثر من قبضتها بحيث يمكنها عندما يحين أوالي التفاوض أن تفاوض وهي ممسكة بهذه البلدان من ثم فلست من المتخوفين من انفجار مشهدي يليه عنف فائد لا يمكن وقفه هذا لا يعني بأن العمليات العسكرية لا تستمر هنا وهناك ولكن لا أظن بأنها قد تفضي إلى انفجار كبير شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت مدير مركز أمم للتوثيق والأبحاث لقمان سليم ونعتذر عن عدم تمكن ضيفنا الآخر